وكل الأحسن إن شاء الله ضيف الفاضل لا يزال يحلم بوطن جديد وبعاصمة شابة لم يفقد الأمل في نهضة مصر يؤمن أن ثورة الوطن في سواعد الشباب وعقولهم لأن من صنع الثورة يصنع النهضة هو سعادة الدكتور سلطان أبو علي وزير الاقتصاد السابق أهلاً والأسبق أهلاً وسهلاً سعيد سعيد أن نكون معك الحقيقة أسد الجامعة وأنا هبتدي معكم بحاجة بعيدة عن الاقتصاد لا خبرة عملية لا أنا عايزة أخش من حيثة الجامعة عايزة أسمعكم خطبة تقالت في الجامعة مبارح أظن ممكن نحضر جزء من الخطاب اللي تقال في الجامعة على ما أرى الخبر ده في جامعة القاهرة ذكر الشيخ حازم شمان في ندوة أن جامعة القاهرة أنشئت لمحاربة الشريعة ده في خطاب قاله الشيخ حازم شمان الدعاء الإسلامي قال شريعة الله يداس عليها في مصر وما يحدث من ترهيب ضد تطبيق الشريعة ليس معصية وإنما تجرؤ على الله نفسه أضف الشيخ شمان في المحاضرة التي ألقاها بجامعة القاهرة أن جامعة القاهرة أنشئت لتنتجوا شباباً يقاومون شريعة الله ويرفضونه لكنه أكد أن الشباب الآن يريدوا الشريعة ويتجهوا نحو دينه واستنكر شمان الحملة الضارية التي يشنها الإعلام ضد السلفيين والشريعة على حد قوله معلقاً على ذلك بأن برامج التوكشو تفزع الناس من الدين ومن طريق الله استغفر الله عزيزيز وكأن بينهم وبين ربنا عداوة استغفر الله العظيم فيما وجه شمان دعوة لشباب الدعوة لالتزام بالدين وتطبيق الشريعة قائلاً أنتوا هتنسئلوا عن نصرة شريعة الله زي ما هتنسئلوا عن السوم والصلاة كان مدرج العيوتي بجامعة القاهرة قد انتلأ على آخره بالشباب قبل وصول الشيخ شمان حيث تواجد الكثير من الشباب الملتحي ومن كان يحمل بطاقات عليها أسماء حزب النور الحقيقة هو قال لهم حاجات كتيرة لكن من ضمن الحاجات أنه نصحهم أنه هم يتجوزوا مثنى وسلاس وربع والله مش عندنا التسجيل يعني احنا مقصيم زيادة سكانية كمان ولا الحقيقة يعني أنا وده وقفتش عند نصيحته للشباب أنه هم يتجوزوا مثلا وثلاث وربع مش حيقدروا حتى لو عايزين لأن حالة الاقتصادية ما تسمع يعني حتى لا تتوقفين كثيرا أكتور هلا في هذا الموضوع نذكر قول الله الذي الذي يقول بسم الله الرحمن الرحيم هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون الجامعة تعلم العلم وهذا كلام غير صحيح الذي يقول غير ذلك يكون كلام غير صحيح وننتقل بعدها ده رد عظيم الحقيقة هو بس أنا يعني أنا خريجة جامعة القاهرة يعني جامعة القاهرة الحصن العظيم اللي كانت من أفضل جامعات العالم كانت معدودة من أفضل 20 جامعة في العالم واللي خرجت يعني عباقرة ولا زالت صرح عظيم وأنا مش من جامعة القاهرة لأنا أتخرج من جامعة اسكندري وآعمل في جامعة الزأزي فيعني إنما جامعة القاهرة صرحة عظيم جدا هو مفهوم إن الجامعات بتخرج الناس اللي ضد الشريعة إزاي مين قال إن إحنا ضد الشريعة فيش علاقة إطلاقة بين الشريعة وبين خريج الجامعات يعني إحنا عندنا أولا جامعة الأزر وجامعة الأزر هي أكبر جامعة مصر واللي هي دكتور سلطان سواء من حيث عدد الطلبة أو عدد التدريس أو عدد الكليات وبيدرسوا في أصول الدين وكلة الشريعة وإلى آخره ودول ناس جايين درسين الدين من ابتداء المعاهد الأزرية والمدارس الأزرية جامعة القاهرة والجامعات الأخرى الحكومية والخاصة يعني عندنا حوالي 35 جامعة في مصر لذلك نصهم تقريبا جامعة حكومية نصهم جامعة خاصة مش هما المسؤولين عن الناحية الدينية مسؤولة عن الناحية الدينية هي جامعة الأزر يلقى بعد ذلك الكليات المدنية العادية دي كلية الطب ودي لنداته وزيلا لهم وزيلا يقولون بطول السلطان يعني هم أفخر بجامعاتنا موسى وهب يتحسن كثيرا جدا أما عن المسألة العقائد فالناس هنا عندهم أكتر ناس متدينين هم مصريين ومن ناحية أخرى دكتور علي معارفة وفي نفس الوقت نكون بنحضر سياسات وإجراءات جديدة لمواجهة الموقف الإقصادي الصعب أعتقد أن الدكتور كمال الجنزوري عندما تولى ذكر صراحة أن القضيتين الأساسيتين هما الأمن والاقتصاد والقرآن الكريم يقول أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف الدكتور الجنزوري يعني وضع ضوء أحمر على الاقتصاد المصري وقال اقتصاد مصري في الخطر عايزين نفاهم الناس ليه الاقتصاد المصري في الخطر وساعات لما بنكلم الناس العاديين بيصعب عليهم لما نعود لهم الموازنة والاحتياطي يعني عايزين نفاهمهم بلغة سهلة ليه الاقتصاد المصري في خطر وإحنا وصلنا لدرجة الخطر إيه يا فندم يعني وصلنا لغاية فين بالزبط في الخطر قدامنا قد إيه عشان بقى نخش في المنطقة الحامرة أقول لحضراتك تقرير بنك مركزي مركز معلومات مجلس الوزر بيقول إيه إن إحنا عندنا في سنة 2011 تزايد كبير في عجز الميزان التجاري نبسط للناس ونقول ميزان يعني كافتين صادرات واردات الوردات عمالة تزيد وصادرات بتقليل اتنين عجز في ميزان المدفعات وصل لأكتر من ستة مليار دولار حتى الآن 2010 كان فيه فائد يعني انقلب الفائد إلى عجز بعدين نمر الثلاثة عجز كبير في موزن العامة للدولة وصل السنة دي 134 مليار جنيه وأعتقد الفعلي مقدر 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 ما أنا بقول الفعلي هي هيكون أكتر عشان مطالب فائوية مقدر يعني لسه مش متأكدين لا يعني أول السنة بنقول متوقع مقدر يكون أكتر ومقدر يكون أقل أنا أتوقعي أنه سيزيد ليه للمطالب فائوية وهلك متوقع إيه يزيد ولا يقل يقل تسعب أتوقف هنعمل إيه في الشهر الفاضل ده أيوة أيوة حضرتك متفاجد ليه الميزانية السنة المالية في يونيو بتبدأ 1 يوليو وتنتهي في آخر يونيو لسه نص سنة أكمل ارتفاع في الأسعار تعدى 15% زيادة في بطولة لا 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 الرقم الجازي المركزي للتعباء والأحصى أقل من 8% معلش الواقع الواقع ونسمعنا لا 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 ما تقولش الواقع أنت يعني أنت ما تقولش كده ثرعان لا أنا أقول لا أقول إزاي معلش الناس سامعوا عاطم صعب بزيد كم في المئة حاجات الأساسية مواد الغذائية بزيد بكام المهم الخسير في الموضوع بقى الخناطس السريع في الاحتياطي أنا كنت تسمع التماطم كانت وزلت أيام المخلوع لـ 25 جنيه و 15 جنيه عمرنا ما سمعناها في حياتنا عمرنا ما سمعناها في حياتنا فكان عندنا حوالي 36.5 مليار دولار احتياطي الناخد أجنبي عند البنك المركزي نهاردة 22.18 يعني فيه تناقص رهيب وده النقطة الخطيرة لأنها بتأثر على الواردات بتيبيد نهاردة بـ 6 جنيه أو 6 جنيه وقرشين الدولار فالسعر الواردات بيرتفع ده بينعاكس على السعر ده اللي أنا بقوله تفعل أسعار بينعاكس على السعر وبعدين أنت لازم يكون عندك حد أدنى من 3 شهور إلى 6 شهور احتياطي الناخد الواردات اللي هي الحاجات اللي بنستوردة من الخير الشعب بنحتاجها بالضبط كده بتتفع سماء تمانع علينا ينعاكس على البولة الأخطر من كده الصادرات بقى الصادرات قالت طبعا المصانع ده ما قلتش فالكوران هذا حسب الإحصاط ما قلتش أنا بقول لك وقعا لا فيه ربع سنة قلت وربعين ده ده ما حضرتك تكتب لنا الخلافات كده في الوقت النهاردة حديك عندك ورق فاضي حول ورق فاضي النهاردة كنت قبل ما جي عشان حنيجي لحضرتك على اتصال تليفوني مع وزير الصناع أي بقوله احنا بنسمع عن إن فيه مصانع قفلت واحد يقول 1001 الحقيقة إيه قال لي حوالي 1200 ده وزير الصناع مسؤول عن الصناع من إمتى من إمتى فلو في 2011 ده كلام وزير الصناع مشكلة لابد من توجيه الناس إلى مزيد من الإنتاج والمصري والمصريون يعني حمولين المصريون حمولي المصريون يتحملوا وبشرط أن يكون فيه قدوة وأن يكون عاما ففتح الآفاق ووسع العجز في الموازنة إلى آخره واستمرت الحكومات في سوء الإدارة نرجو أن الحكومة الحالية بأنها حكومة إنقاذ وطني أن تتجه الوجهة السليمة وهناك بودر لهذا الأمر فالعنصر الأول إذا سمحت لي هو أن سوء إدارة الاقتصاد منذ الحكومات في يناير إلى الآن ده عنصر أساسي العنصر الثاني هو حالة التراخي الشديدة في إدارة المجتمع وإدارة الدولة بحيث شجعت على الفوضى وعلى الإنفلات الأمن والإنفلات الكلام والإنفلات الاقتصادي وإلى آخره عجبين الإنفلات الكلام دي شام دايقاني أو صحيح والله يعني مثلا كان مفروض حظر تجوال لكن تنظره للشارع في وسط فترة حظر تجوال تهيك كل الناس ماشي ولا حاجة لا فما فيش انضباط معين المفروض أن القوات المسلحة معروف عنها الانضباط والالتزام وإلى خير ولكن تركت الأمور هكذا لا فانفلت الناس هذا العمر فهذا ما أصل ومع ذلك أنا أود أقول على شون وردا على مسألة الاقتصاد في خطر أنا لا أتكلم أماني أو أحلام أنا أتكلم بواقعا لنقارن الاقتصاد المصري الآن بما كان عليه في فترة التمانينات وطبعا لا أود أن أقول المقارنة الخارجية ننظر إلى اليونان التي تعاني من مشكلة كبيرة جدا هل كنت وزير الاقتصاد في التمانينات في خمسة وتمانينات وستة وتمانينات لكن نتكلم والدكتور علي كان رئيس الوزراء وحكرة واحدة وحكرة في وزراء واحدة تمام بس دي أقصر وزارة في تاريخ مصر وحضرتك أظن استقلت نعم لا في وزارات كان عمرها أقل من كده وزارة الدكتورة بالحجازي مثلا عادة شهور لا ليه ليه انت في وزارة عادة يوم واحد أيام حكم الملكية وفي وزارات بعد الثورة برضو عادة ومهمة أحمد شفي وفي نسبة أولا حضرتك أربين يوم وزارة أحمد شفي عادة أيام أربين يوم لا عايزة أجي نرجع بس للتمانينات بالنسبة حالة الاقتصاد عشان نقارن هل نحن الآن لا شيف أنت مش عايزني أتكلم بالاستقار لا أنا عايزة أقول لا مش عايزة نتكلم على المعضي لأنه غضب حضرتك لا مش غضب مش بسالة غضب وإحنا بنلعب لا مش انت مقدمت على السياسات والدكتور علي يعرف هذا جيد مبارك غضب لما أدت له أسأل محدش يستخيل عندي لا وهو زعل هتعمل له ولا ترحمونا ولا تسيبوا رحمة ربنا تنزل ده حدثتك كنت أول وزير يستقيل عنده أيوة وقال بعد كده ما عنديش حد يستقيل بعد سلطان أبو علي المهم مش دي القضايا فإحنا بنقول أن مع الضعف الذي عتاري الاقتصاد الاقتصاد مريض وليس في خاطة وهذا أمر يمر بدول كثيرة جدا أمريكا خفضت رتبتها من تلاتة ألف إلى اتنين ألف نتيجة لمشكلة المديونية وإلى آخره فيها ساكن الساكن ما بيزيتش فيها رغيف العيش بخمسة عريفة لسه زي ما هو إلى آخره يوم بياخد متوسط موزون ومرجح فيه خمسة تعريفة في تعريفة أساسي أنا باكله خمسة تعريفة ونحن عندنا تعريفة خمسة عروجة خمسة عروجة كم عندنا زمانيا جماعة حاجة اسمها تعريفة خمسة عروجة والرغيف جميل جداً وعايز أقول لحدك بالمناسبة برضو عشان رغيف جميل جميل جداً كان جاه لأنا بنتي كانت بتدرس في السويد وجالها زمائلها من الجامعة هنا وقت واستضافتهم عندها فأكلت لهم المهاردة هتأكلوا أكل فطار مصري جبت لهم عيش من أبو خمسة سار في فرن في مصر الجديدة في شارع أبراهيم وجبت لهم طعمية من عند الرجل المشهور مش عايز أقول اسم عشان ما بقاش دعاية مش مشكلة وقالوا اتجننوا وقالوا احنا مش عايزين ناكل إلا من العيش ده وناكل الطعمية دي فيعني على يحد ده موضوع عبرتك الكلام ده صحيح انه في ناس بتبقى يعني مسافرة بار يقولوا النبي هتوا عايش معاك عايزين العيش البلد عبو خمسة سار ده عميشيلين فنرجع سيادتك نقول صحي بس من غير الحاجات اللي في فنرجع سيادتك في ازاي واحد زي بقى مما اني بنتكلم في اسامي الناس دول جوزيف توربي رئيس الاتحاد العالمي لمصرف العربية بيقولك شكلها كده تربيا تربيا اسمه تربيا 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 لبناني تربيا اه ده لبناني اي تربيا حضرتك خليكي فرنساوي تربيا احنا خدناه من الاصل الفرنساوي تربيا انه الربيع العربي سيتحول الى الشتاء قاسي حضرتك انت بتنقلين كده هود هذا قول قول انا لا اتفق معه ابدا لان عايز اقول لحضرتك عايز اقول لحضرتك ايه بالنسبة للمصر انا كنت عايز اقول هذا بتسمع اما اثرتها هنقول الثورة الباهرة ل25 يناير حققت مكاسب كبيرة جدا الى الان وسوف تظهر ارتباعا في المستقبل وتجعل الربيع ربيعا مزداهرا يانعا ايه المكاسب ده المكاسب الاولاني لقد اعادة اعادت الثورة الى مصر الشعور بالانتباع في ظل نظام المخلوق وحضرتك عنيتي من هذا وتركت مصر قلت مش بلدك وتركت مصر لا انا ما قلتش كده انا لو كنت قعدت كان زماني في البتاع الكلابوش وما طلعتش تانية ما كنتش هستحمد خلت ايام عنده فدلوقتي الناس بتشعر بالانتباع من غير ما الواحد يعمل حاجة والله الناس بتشعر بالانتماء المسألة التانية المكسب الثاني الكبير لقد نزعت الثورة الخوف من نفوس المصرين بنقدر نتكلم ندعو ننطاقد ونعمل وخلاف الرأي لا يفسد الود قضيه وكون ان الحقيقة تقال دي لا تؤدي الى استمرار الفساد الذي استمر طويلا في ظل نظام المخلوق المكسب الثالث والكبير انه قد علم ان كل من سيأتي رئيسا للجمهورية لهذه الدولة ان المسألة ليست فوضى وليست سداح مداح وليست مطروكة وانما سيكون موضع مساءلة ومسؤولية وبالتالي عليه ان يعمل لمصلحة البلد وعليه ان يعمل لمصلحة الناس لا ان يستغل البلد ويستحوز على اموالها ويهربها وده مكاسب كبير جدا واحد المتطلبات الاساسية لكي نكون نمرا على النيل نرجع تاني حضرتك نمرا على النيل لصويت عندك دعم دهود فيه دعم الطاق نقدر نوفر من العجز 30-40 مليار جنيه عن طريق نحن دعم الطاقة اللي بيقدم للمصانع التي تنتج السلع هيا ياديد أنا جاء لك أنا جاء لك دعم نسنع لك حاجي لك فيه هذا شيء نكملها بس دعم دعم لدينا دعم لدينا حضرتك بقى أنا عايزة أسأل حضرتك في كذا حاجة منها هنخش بعد كده على الدعم السياحة كل محد يتكلم نقول السياحة وبعدين التار الإسلام يقول لك السياحة عايزين مش عايزين سياحة الشواطئ إحنا عايزين سياحة يلاجية سياحة رياضية مصر بتعتمد على السياحة والتمثيل والحرام وحلل ففيه قلق وبعدين منذ بداية الثورة حتى الآن القطاع الذي تأثر بذلك تأثرا شديدا هو السياحة خسار 70% على الأقل كيفية أننا نطمئن الناس ونطمئن الخارج ونرد على التيار الديني بأهمية دور ما ينفعش تغيير هل ممكن أننا نغير طبيعة السياحة في مصر شوفي حضرتك أول نقطة أول نقطة وقصارها لازم نعرف أهمية قطاع السياحة في قصدنا القوميين عشان نجوف هل هي تستاهل كل بنكلم عندي دور سياحة بتجيب دخل الدرخ ده بيمصل حوالي 11% من الناتج المحل الإجنالي مصر 11% اتنين السياحة بتديني نقد أجنبي حوالي 15 مليار دولار في السياحة السياحة بتجيب لي حوالي هي 12 مليار دولار 15 مليون سائح جمع آخر سنة قبل 14-18-18 بالزبط 12 مليار دولار 150 مليون ليلة سياحية السياحة عبارة عن مجموعة فنادق ومنتجهات سياحية عبارة عن شركات سياحة رزقها جاي من السياحة عبارة عن مرشدين سياحيين رزقهم السياحة عبارة عن ألاف بزارات عايشين وخدمات ما أنا بحكي كله عشان بس نعرف السياحة مش في فندق بس البزارات اللي بيتبيع ليهم والمرشدين السياحيين والفنادق ومنتجهات السياحية شركة طيران مصر طيران بتنقل هؤلاء الملايين من السياحة بتكسب إذن السياحة قطاع هام وخطير في فصل ما القاوم فلا نستطيع أن نهملوا أو نهدموا بأي حامل الأحوال دي نمر واحد نمر اتنين بعض ما قيل من عدد محدود من أصحاب الطيار الإسلامي هو اللي بيأثر على السياحة إنما مش حدد كبير حقيقي اللي تكلموا في هذا والحصن الحافظ لما حدي بتكلم بنجد فيه قنافة ضئية تانية حدي تانية من الطيار الإسلامي سواء الإخوان المسليين أو السلفيين أو الجامعات الإسلامية بيرد يقول لا الكلام دا مش هيصر الكلام دا مش هيصر ما تخافوه شو بيطام فبالتالي أنا مش متخوف من وصول الطيار الإسلامي إلى أغلبية في مجلس الشعب بالنسبة لي قطاع السياحة ومصر دولة متدينة بطبيعتها ولو مجيتي في الشارع بتلاقي 83-88 من البنات والستات ما هم محجبات ودي حاجة علاقة بين الإنسان وربه نفسه سائحي جيوعة في المنتجة السياحة أو في الفندق هو حر في هذا إنما إحنا بنتكلم عن الشعب المصري المتدين والذي لا يفعل شيئة مخالفة للشريعة والدستور نفسه بيقول إيه إن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي لتشيحة مصر هل تسمع الرأي في النقطة دي في السياحة؟ أنا عايز أقول الحقيقة وده إحنا بنشكرك أنك تفتح المجال في هذا الكلام لأن طبعا فيه تخوف كبير جدا في المجتمع من فئات كثيرة من أن يكون الأغلبية للطيار الإسلامي ليس في السياحة فقط ولكن في مختلف الحاجات أنا عايز أقول أن أفضل طريق لنا وخيار لنا في هذا الوضع والمستقبل هو الديمقراطية ومعنى الديمقراطية أن نرضى بحكم الأغلبية لا نريد أن نحصل على ديمقراطية ملاكية كل واحد عايز الحاجة على مزاجه وما ينفعش إذا أتى التيار الإسلامي وكان الأغلبية وكلفة بالحكم أنا عايز أقول أنه يجب أننا لا نخشى هذا الأمر كما تفضل الدكتور علي ليه؟ لأنه يعني حيمشوا في إحدى سكتين إما سكة الندمة وإما سكة السلام سكة الندمة هي إيه؟ أنه يعمله الكلام اللي بيتقال وأنا عايز أقول إيه؟ لازم نفرق بين كلام الدعاية الانتخابية والكلام العمل في الدعاية الانتخابية بيتقال كلام لكن لما يصبح المسؤول راجل دولة يبقى الكلام تاني رئيس جمهورية البرازيل أيام الانتخابات قال ما ندفعش الديون لما بقى رئيس جمهورية وراجل دولة كان أول واحد يدفع الديون وحسن أوضاع البلاد فبقول لو ما يشوف سكة الندمة وهي القول بأن ما فيش سياحة المرأة تقعد في البيت قطع ياد السارق وإلى آخر أنا أقول دي سكة الندمة وهي ليست الإسلام الإسلام الصحيح ويجب أن يكون الفرد والمجتمع مجهزا لتطبيق القواعد العامة الإسلام أساسا هو العدالة هو الحرية يتكريم الإنسان إلى آخره فإذا فعلوا هذا وهو غير الإسلام إحنا الديمقراطيا نشيلهم يشيلهم ونغيرهم بسندول الانتخابات لو ما يشوف سكة السلامة سكة السلامة هي إيه؟ أن يخلقوا فرص عمالة يزودوا الإنتاج يحسنوا مناخ الاستثمار يحققوا العدالة يحربوا الفساد هذا يحسن المجتمع ويحسن أحوالنا وأهلا وسهلا به بهذا الأمر نرجع بقى لنقطة الدعم أنا عايزة أقول أسأل حقيقة الحكاية دي تعباني وكلهما أقولها وساعدت الدكتور سلطان أبو علي جالي على الجرح أنا أسألت لا لا ده أنا مبسوطة أنا مبسوطة لا ده جرح يعني لازم لازم نعالج هذه المشكلة ويمكن يعني بمراكزكم رئيس الوزراء سابق ووزير القصصات سابق يعني نواجه نداء لرئيس الوزراء الدكتور الجنزوري أني دي نقطة لازم يحصل فيها تسرق الدعم فلوش المواطن المصري البسيط بتروح للمصانع اللي هي بتنتج صناعات سقيلة يعني كثيفة في استخدام الطاقة كثيفة أسمدة حديد سراميك بيترو كيمويات بيترو كيمويات سمنت كلهم أسمانت دي نمرة واحد خضاية الدعم بإيجاز نمرة واحد الدعم ضرورة بمعنى لا يستطيع أي إنسان النهارة أن يجي يقول نشطه بالدعم رغم أنه تعدل 100 مليار جنيه مئة وعشرين أم مئة وثلاثين يعني هو سبب العجز لأن العجز مئة وثلاثين لا يمكن ليه لأن عندي مواطنين تحت خط الفقر وعند خط الفقر حوالة 40 مئة ما يقدروش يعيشوا بالأسعار إذا لغينا الدعم إذن دعينا نتفق الأول الدعم للغلابة حضر حضر أنا لسه جاي لنقتنب واحد ده لسه عن دفت مش لمعصنع الأسمنت لسه ما جتش اللي مدبع للفرنسوية عفوا ندي إذن النقطة الأولى لا يجوز إلغاء الدعم بحال من الأحوال ولكن المطلوب بقى دي نمرة اتنين ترشيد الدعم طيب ما معنى ترشيد الدعم ترشيد الدعم معناه أن يصل الدعم إلى من الساق الحقيقة الكلام دا تقال كتير بس ما تنفس محدش ما يسمع من أمثرته المثال اللي حضرتك قلت دلوقتي دكسور سلطان برضو أكد عليه اللي هو الصناعات كفيفة الاستخدام للطاقة لأن الطاقة يعني مترول يعني سولر يعني غاز طبيعي بياخدوه بسعر مودة وبيبيعو بأسعار غير محددة اللي هو عايز يميع بيه في الداخل وبالأسعار العالمية في الخارج وبيكساف زي ما حك قلت 40 و50 و60 في المئة إذن عدالة تقول أن دول لا يستحق دعمهم فعلى طول قرار جريء وأظن ده الدرس من الحكومة السابقة والحكومة الحالية كلمت عليه ده يوفر لنا من 30 إلى 40 مليار جنيه على الأقل نخفض بيهم جزء كبير من عجز الموزع ده نمر اتنين ونلفع الأجور للناس ونلفع الأجور نمر التلاتة بقى في سلعة مختلفة مدعمة كل سلعة لها علهاك معاية مقدرش أقول كله دعم السلعة أو دعم نقلي أو إلغي أوه لا بمعنى لما أجي أقول الخبز أنا شخصان من أنصار الرغيخة بو خمس قروش يجب أن يظل لكن ما هو لا أنصح لكم بإنها إلا ده إلا ده لا يلمس بشي اسمه الخبز اسمه العيش ده اللي بيعيش الناس بالمناسبة دلوقتي حالا وإحنا بنتكلم قالوا لي في تصريح للدكتور جودة عبدالخالق قال إن توابير الخبز لن تراها مصر بعد اليوم إن شاء الله إن شاء الله لا بس كان فيه تصريح غير كده بأن حيرفعه سعر وبعدين الرجاء قال لا مش هنرفعه يعني ده خطر لا يمس أنا بقوله العيش لا يمس حضرتك كمان يعني ملف الأمح اللي عايزين نفتحه في يوم الأيام هو اللي وصلنا لده نمر التلاتة قلنا كسيفة استخدام دي ده يتشال قلنا الخبز لا يمس نجي الصناعة البجاز احنا قلنا الكلام ده مرات ومرات في أبحاث ودراسات وندوات واسمعنا من الدكتور جودة نحي طبقه ما طبقش لسه ما بقى نحي طوش الوزير الاخر في ايه اللي هو استوانت المتجاز على بتاقة التمويل على بتاقة التمويل ليه بقى أنا عندي 85 مليون مواطن وعندي 65 مليون مواطن معاهم بتاقة التمويل طب يبقى في عشرين ما بياخدوهش يبدو قادرين أديهم ليه الدعم بتاع استوانت المتجاز وأخلق مشكلة ليه أنا باقي لكل أسرة من 3 أفراد بديهم استوانة 5-6 أفراد أو أكتر من 3 بديهم 2 في الشهر بالسعر المعقول اللي هو 5 جنيه أو 6 جنيه وهو بكرامة مش بالشكل اللي هم نشوفه على شاشات التلفزيون بعد كده أي مواطن آخر من العشرين مليون الآخرين وخمسين جنيه يقدر يشتريها بتلاتين جنيه وباربعين جنيه اللي قادر بقى أقول له حاجة فيه ناس كتير مش عارفة إن فيه فرق بين الغاز الطبيعي وربوطة جاز الغاز الطبيعي عندنا فائد وبينصدره ولو أنا ضد تصديره ده مضوع تاني وخصوصا اللي نشاكوا في قلبهم في إسرائيل أو غيرها ما نصدروش نشتخدمه هنا أولادنا نشغالهم في مصانع نستخدم الغاز الطبيعي كقوة محركة كمادة خام في صنعت البتوكيبوريات نطول عمره والتنمية المستدامة المخلم عنها الناس مش فاهمة نقطة مهمة جد الناس مش فاهمة إن طول ما احنا بنطلعوا من عندنا حيخلص فيهم الآياء المتجاز الشرطة العسكرية داخلت مع الشرطة دلوقتي في قبض عليهم حضرتك الدعم الدعم ده طبعا زي ما تفضل دكتور علي الدعم يكون شوفت ما أنا أقول لك ليه نستمع الدعم يكون للفئات محدودة الدخل التي تستحق الحصول عليها عدد ذلك يبقى لازم أنه هو نبدأ الأول بالهبرى الكبيرة اللي هم الثلاثين واربعين مليار جنيه اللي ممكن أننا على طول نقلل بها العجز المسألة الثانية الدكتور علي بيقول بتجاز نخطها البطاقة أنا حختلف معها برضو في النقطة دي ليه لأنه إدارة الدعم يجب أنها لا تكون معقدة بحيث أنها تخلق مشاكل وكل من زود حاجات على البطاقة يبقى فيه مشاكل إليه لأخير هي نازمة عندنا والدكتور علي سيد العارفين في هذا الأمر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر